موسيقى سلام عليكم يا رب كل ايامكم واوقاتكم طيبة ربنا يكفيكم كل شر من كام يوم كده كان فيه خبر يعني يوجع القلب طفل عنده تسع عشر سنين اسمه رضا الشهير بضادة توفاه الله والحيانة بعزي والده الاستاذ اسماعيل الليسي ووالدته وبدعي لهم من قلبي زي الملايين ربنا يصبر قلبكم وينزل السكينة عليكم يعني يهدي بلكم ويريحكم خالص التعازي ليكم والكل قصرتكم الطفل ده ده الحقيقة انا ما كنتش اعرفه قبل كده يعني ما بعودش كتير ع السوشيال ميديا لكن من لحظة وفاته انتشر مجموعة كبيرة جدا جدا من الفيديوهات يعني مئات الفيديوهات وكل فيديو اشوفه قلبي وجعني قد كده كان يعني ربنا ميديله كده حضور وجمال وربنا يرحمه يعني ما يعظمش علي خلقه ناس كتير جدا جدا على السوشيال ميديا قالوا ولا عزب الله يعني كده ان السبب في وفاته هو الحسد لان كات بتنزله فيديوهات كتيرة جدا جدا وفيه ناس بتشوف الفيديوهات ديهم ما تسميش مثلا يعني بصتهم معنيهم ما كتش حلو لي فسبب وفاته هي نظرة الحسد اللي الناس كانت بتحسدها له فانا كده قعدت اقول يعني معقولة الحسد يموت يعني اه الحسد طبعا بيأذي ومؤذي ومذكور في الكرآن الكريم لكن يعني معقولة يسبب الوفاة ولا ده قدره وده معاده وده اللي ربنا محدده والحسد ملوش دخل بموضوع ان الانسان ممكن يموت انا ما اعرفش الحقيقة عشان كده قلت نستعين بشيخنا وعلماءنا الاجلاء يفسرولنا هل حسد فعلا ممكن يؤدي للوفاة ومرة تانية من قلبي من قلبي الله يصبر قلبك يا أستاذ إسماعيل انت وزوجتك معانا مين؟ معانا دلوقتي دكتور أسامة قبيل من علماء الأظهر الشريف يا دكتور ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وكل سادة المشاهدين تحياتي لحضرتك الله يخليك يا فندم شاء الله تقدمي رسالة جميلة تنفع الناس وتمكثوا في العرض والله ربنا ينفع بحضرتكم وبعلمكم واحنا بنتعلم من علم حضرتكم وشكرا لمشاركتك معانا في البرنامج أهلا وتعالى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر